اهلا بكم انا في رأيي ان الراجل محاصر يا جماعة انا في رأيي ان الراجل في زماننا دوت يعني باللغة البسيطة خالص الله يكون في هون لانه العوامل التي تؤدي الى احداث مشكلة في القدرة الجنسية لانه دلوقتي كلمة ضعف جنسي كلمة بتختفي شوية من الطب دلوقتي هي بيسموها عدم القدرة الجيدة على الاداء لانتصاب المناسب ده المعنى العلمي محاصر باكتر من عامل ما بين عوامل في الكوليسترول وضغط الدم والسكر دي تقدر تقول كده هجوم من اشياء احنا ما نقدرش نتفادها في معظم الاحيان ضغط ممكن تتفادها لو انت رياضي قوي سلم قوي لكن في الوزن الزايد وفي العوامل الجينية السكر والضغط لكن في عوامل تانية توتر الاختئاب المخدرات والتدخين دي عوامل انت بتجيبها لنفسك فالانسان او الراجل الزمن ده زي ما نقول لكم محاصر حصار عنيف من حاجات من الامراض التي تؤثر على القدرة الجنسية وايضا محاصر بسبب انه ممكن يدخل في ضيلمة خطيرة جدا اسمها انه يجيله اكتئاب بسبب الضعف الجنسي فالاكتئاب يزود الضعف الجنسي ياخد ادوية اكتئاب فيتأثر على القدرة الجنسية حاجة مخيفة للغاية يبدأ راجل مرحلة العلاج اللي هنتكلم عليها بالتفصيل للنهاردة لكن قد يكون العلاجات الدوائية او الحقنية مش جيدة مش مفيدة فنصل الى مرحلة معينة يبدأ تساؤلات كتيرة الدور حولها ومرحلة انه يركب دعامة هل الدعامة هي الطريق الاول لا ده الطريق الاخير الطريق الاخير للمين طب تصلح لمين طب ما تصلحش لمين طب الدعامة ليها مضاعفات مين اللي يركبها مين اللي يتعامل معها طب ليه حالات فشلت في الدعامة واحد يركب دعامة وطلع مش بيقول لا انا ما تبسطش لانه يركب عنده غير متخصص ولا ما كانش يصلح له ولا تركبت بشكل غلط ولا كان نوع انه الدعامة نفسها مش جيد سئلة كتيرة اوي في المنطقة دي خلي بالكم لابدأت الكلام بان الرجل محاصر وده هيكون اول سؤال غالبا في حواري مع ضيفي العزيز ضيفي العزيز اسمه متميز في عالم التعامل مع هذه المشكلة الطبية الكبيرة عالم الزكور اسم علمي متميز للغاية هيسعدني بحوار اكاديمي على مستوى راقي طبعا هو الاستاذ الدكتور احمد عادل مدرس امراض الزكورة بكل الطب جامعة القاهرة اصر العين واستشاري عقم الرجال والضعف الجنسي وزميل الجمعية الاوروبية للصحة الجنسية اتنبئك الدكتور احمد اهلا دكتور احمد منورني عايز ابدأ الاول بكلمة الضعف الجنسي هل اصبحت كلمة مندسر يعني دلوقتي اي متنس اختفى وحطينا مدالها في الكتب كلمة اريكتايل ديس فانكشن ولا لسه موجودة لا هو طبعا فكرة امبوتن دي بطلنا نستخدمها خلاص الكلام كله على اريكتايل ديس فانكشن وهو مرض الحقيقة دلوقتي بقى زي ما حكده قلت نتيجة الضغوط العالية نتيجة الامراض المنتشرة بقى مرض شائع لكن دايما زي ما نؤكد ان هو شائع هو كمان له حل عشان كده دايما لما بيجي لي مريد ويقول لي يعني انا كده يا دكتور مانيش حل خلاص يبقى انا كده خلاص كده انسى الموضوع ده بنقول لا دايما انه لا العلم تقدم جدا بقى عندنا وسائل كتيرة ممكن تحل المشكلة فعشان كده دلوقتي يبقى مصطلحة ضعف الجنس على قد ما هو منتشر على قد ما دايما بنقول انه لي حل مريد هيجي لك عملنا له الاشياء عنده حل مرضية هتبدأ تختار او ترسم قدامه الهارم العلاجي او الاساليب العلاجية دايما المريد بيطلع في كتير من الاحوال يقول لك نتاية مش عارفة تعليق ازاي هل لانه الدكتور ما شرح لهش ولا هل لانه مراحش المتخصص الحقيقة الاول انا احب انها مراحش المتخصص مشكلتنا برضو في المجال بتاعنا يا دكتور ايمن انه اللي بيتكلمه فيه كتير ومش دايما بيكون عن تخصص المريد مش هيطلع تايه لو انا شخصته صح ووضحت له درجة الضعف اللي موجودة عنده شرحت له فرصه في كل طريقة من طرق العلاج هيبقى واخد قراره على بينا وهبقى موضح له كل الامور بيدرجع تايه لنفس النقطة التشخيص هو الاهم انا بعديه هقدر اقول للمريد احنا دايما بنتكلم ان احنا عندنا نتلقى الطرق لعلاجة ضعف الجنسي لعلاجات الدوائية وهي مش بس ان المريد ياخد منشط جنسي لان دي مفهوم خاطئ لعلاج الدوائي ده علاج دوائي كامل مكمل لبعضه يشمل ادوية لزيادة ضعف الدم يشمل ممكن علاجات هورمونية الحاجة التانية الحقن الموضعي من طريقة القديمة الجديدة واخيرا التدخلات الجراحية اللي هي زرعة دعمات الحكاية بتعتمد هو واحنا وصلين فين في درجة الضعف بمعنى لو انا قدام قصور بسيط في ضق الدم ده ممكن علاجه بالعلاج الدوائي لكن في بعض الاحيان بيبقى الوضع متقدم شوية او متأخ خانية شوية فده بيستلزم اجراءات اكثر تدخلية قد نصل فيها لمرحلة الدعمات طيب هنروح للدعمات بس انت قلت جملة اثارت فضولي جدا الحقن القديم الجديد صح؟ والادوية اللي مش بالشرط بس يكون محفزات لتوسيع اللي هو انتي فوسشو دي ضاية ستريس بزبط احكي لي بقى بسرعة قبل ما نروح للدعمات احنا حاليا يا دكتور ايمان يعني كنا لسه عندنا مؤتمر جماعي الأوروبية لصحة جنسية والوقت اللي احنا فيه ده بيسموه The era of the poor responders او عصر الاستجابة الضعيفة عن المناشطات الجنسية احنا عندنا ازمة كبيرة حصلت من ظهور هذه المناشطات ان تم استغلالها بشكل سائق للغاية لدرجة انها بتتاخد من صديق لصديقه او صيدالي لواحد معادي بدون الرجوع المتخصص فبنشوف كل يوم في عياداتنا الناس بتاخد الحباية بقالها سنين وفجأة ابتدى التأثير بتاعها يقل قد تصل ودي مش مبلغة ان مريض بياخد في المرة اربع حباية ومش جايبة نتيجة وابتدى يفكر انه دلوقتي ممكن يزور الدكتور فده ادى لإيه محدش بقى بيستجيب على الحباية بنسبة كبيرة فرجعتنا لوسيلة كنا بنلجأ لها قبل ظهور هذه الأدوية اللي هي الحق من الموضوع لشان كده هو القديم الجديد هو كان موجود من أول السبعينات مع نهاية التسعينات بظهور الفوسفو دائس ريز انهيبترز تراجع لكن حاليا نتيجة البرزبونس على الأدوية دي الاستجابة الضعيفة عليها رجعنا له تاني والنقطة المهمة فيه بعد إذن حضرتك لانه برضو ناس بتوسيق فهم النقطة هو مش معناه ان كل الناس بتستجيب عليه حسب درجة الضعف امتى العيال يعمل دعامة؟ يعمل دعامة لو درجة القصور الموجودة لا تستجيب على علاجات دوائية أو حتى حقن موضوعي وفيه نقطة انه فيه بعض الناس بتيجي تقول لنا طيب بص يا دكتور لان الحقن الموضوعي مش كل الناس بتحب الفكرة فكرة الحقن عند اللزوم فلو الاستجابة على علاج الدوائي كانت ضعيفة والحقن الموضوعي جاب استجابة ضعيفة أو مرفوض كوسيلة علاج يبقى سعيتها لازم هالجعل دعامة اللي يحدد ده المريض والدكتور حسب درجة القصور مش مجرد رغبة مريض انا بيجي لي كل يوم ناس ولي انا عايز اركب دعامة يا دكتور لا انا طبيب مش فني فانا بركبها لك لو انت طبيا تحتاجها انا عايز ااكد على النقطة دي بس انت قلت نقطة علمية حلوة وارك ما شاء الله يعني ممتع بالنسبة لي علميا جدا حتى اللي انت قلتها الدعامة اذا ليست بعد تجربة دوائية يعني ايه يعني مش مديله الدواء فما يستجبش فالجل للدعامة ده انا من الاول ممكن احدد انه ما ينفعلوش بالضبط كده بالضبط كده دي نقطة في غاية الهمية في بعض المرضى بيجي يرويه بس يا دكتور احمد انت قلت ان احنا ممكن نجرب دواء الاول بقوله انا كامانة مني لازم اقول لحضرتك ان حالتك دي مش هينفع معها دواء وان اخدان الدواء فيها تضيع للوقت واهضار لوقت ولفلوس حالتك تستوجب تدخل جراحي مباشر اللي بيحددها مش انا ولا حضرتك اللي بيحددها طبيعة حالتك اللي مبنية على الصحوصات اللي احنا اتفقنا انها يجب ان يكون بيها متخصص من اكتر العمليات اللي حواليها جدل وحواليها اسئلة كتيرة فانا عندي كما اسئلة كتيرة جدا السؤال الاول يعتقد البعض انه بعد الدعامة يذهب الاحساس الرجل يتحول الى انسان ايلي وده تخوف كبير جدا عند الرجل وربما عند الستة كمان دي حقيقة دي حقيقة حقيقة انه الموضوع ده عاري تماما عن الصح دايما بيقولها للمريض عندي الدعامة فقط هي بتحل الجزء الخاص بالانتصاب اما الاحساس الشهوة الفصف التبول يعني بيجيلي مريض يقول لي يا دكتور رحمد هنا ركبت دعامة هينفع اخلف اه طبعا هينفع اتخلف يا رحمد لانه ملهاش اي دعوة بالمجرى المنوي ملهاش اي دعوة بالخصية برضو يعتقد المرأة وتعتقد المرأة انه انها هتكون بعيدة كل البعد عن المتعة دا دا انا دايما بيقولها برضو للمريض حضرتك بعد زرع الدعامات انت بالنسبة للزوجة بتمارس الجنس زي ما طول عمرك بتمارسه مفيش اي اختلاف بيترق هي هتحس بيه او هيخليها تشعر بعدم ارتياح في ناس بتتخوف من الدعامات كفكرة علمية نخصر المتبحرين في العلم يقول لك ده جسم غريب هتحط جوه جسمي فانا خاف من الانفكشن من العدوى وده ده ده فكرة علمي الحقيقة ان النقطة دي مصار جدل كبير والحقيقة ان الناس عندها حق فيها شوية لانه دايما ولي بيقول لي طيب والجسم هتقبله يا دكتور ولا لا ودايما بيؤكد انه الجسم هتقبله طالما ان العملية اتعملت في ظل ظروف مهيئة اهمها مثلا يعني انا وحضرتك اكيد سمعنا كتير عن مرض عمل وعملية دي ممكن يكون حصل لهم مشاكل اغلب هذين مشاكل بيتيجي نتيجة يا اما ان المريض داخل مش متحضر كويس واشهر حاجة يا فندم السكر اكبر غلطة بتعمل ان دكتور يدخل مريض يعمل العملية على سكر مرتفع انت بتزاود الريسكوب انفكشن او حدوث الالتهابات بنسبة مرعبة قد تحتاج في بعض الاحين لازالة هذه دعانة حاجة تانية المهمة ودي بنؤكد عليها بشكل كبير قوي مكان العملية العملية دي انا بسميها دايما من العملية اللي بالشكة والسكينة يعني على قد ما هي سهلة وبسيطة متاخدش وقت لكن نازم تتعمل بحرص شديد اهمه التعقيم اللي موجود في المكان ده التعقيم هو بيلعب دور كبير في ان الموضوع يعدي بسلام وبخير من غير اي مشاكل مشكلتنا برضو في بعض الناس حصلها مشاكل انت عملت في اماكن غير مجهزة عمليات ده انا اللي قلت في الاول لكن مش معقمة مش معقمة كويس وعشان كده دايما بنسترس على موضوع التعقيم ده في غاية الهماية ازاي العملية في ناس كتير في العملية دي ما عندهمش خبر يعني معلومة انه العملية بتتم ازاي احنا يعني برضو لازم نفهم انه ليس في العلم حرج واحنا بالرعي جدا احنا بتكلم فيه مجتمع شرقي بس لازم الناس تفهم لانه ده جزء علمي محدش عمش راحه غيره يعني لما احنا ما نتكلمش فيه ونقطة تانية هنتكلم فيها في الاخر انه مريض الضعف الـ الـ بيتعرض الى عوامل النصب كتير جدا سيبكم من عوامل النصب الكلاسيكية اللي هو العشبة ومش عارف ايه وبتاع بتبعه على الطريق لا فيه ناس ما بتفتح مع مكتب بيقولك ايه مكتب علاقات الزوجية هو مش دي كترة وبيكلموا في العلاقات اه النصائح والاستشارات زوجية مكتب استشارات زوجية انا مش عارف ده بين قصين عيادة ولا ده ايه والله انا مش لقيله توصيف الحقيقة لكن دي مشكلة كبيرة انها بتخلي المريض يمشي في سكة مش هتوصله لأي نتيجة بالعكس هتضيع عليه وقت اكتر ممكن يخلي الموضوع يتدهور اكتر وفي الاخر ما بيوصلش لأي حل كم سؤال برضو مهمين قوي هل سرعة القصف او البرود الجنسي يتحسب بالدعامة السؤال ده برضو في غاية الاحماية الحقيقة لا لانه الدعامة تعالج فقط الانتصاب لكنها قد تفيد في موضوع سرعة القصف في نقطة انه دايما الشكوى اللي بيجي لنا انه نتيجة الضعف لانه اغلب مرض الضعف يأتي مصاحب لها سرعة القصف انه بمجرد القصف بيختفي الانتصاب الدعامة فكرتها مختلفة اولا جزء كبير من العامل النفسي بيتحسن بوجود الدعامة فده بيحلي الوضع بتاع سرعة القصف يتحسن حاجة تانية المهمة انك حتى لو المريض قذف ما بيفقدش الانتصاب بتاعه فيقدر يوصل العملية حتى ما الشريك يصل المتعة بتاعته فكرة الرغبة لا طبعا ما لهاش اي علاقة بالرغبة او البرود لانه هي فقط بتحل جزء الميكانيكي في الموضوع اما الرغبة والشهوة دي عامل نفسي ملوش اي علاقة بالدعامة خليتكلم عليه الحلق الجاية بزرح لكن هي وان دي اوبريشن اتسان وان اوور اوبريشن وان اوور اوبريشن اعني هي اللي عملايه كلها ساعة المريض بيخرج بعديها في نفس اليوم مجرد ما يفوق من البنج وغاليا ما بيكون بنج خفيف لنحن ناخدش وقت بيروح بيته في نفس اليوم الموضوع في غاية البساطة طالما اتعمل بعيد متخصص طالما اتعمل في مكان صح في احتياطات صح ايه الرشدة الاخيرة التلغراف الاخير او تلغراف واحد او طلبت منك تلغراف واحد بس هتبعثوا للناس اللي عندهم تساؤلات حول هذه الموضوع نصيحة دايما بيقولها حضرتك لما تشعر بوجود اختلاف في المعتاد عندك فيما يخص جزئية الانتصاب رجاءا 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 ما تعديش على الصادرية لجنبك رجاءا ما تكلمش صاحبك في الشغل ولا صاحبك على القهوة لو سمحت الجأ لمتخصص احيان كتيرا بيكون الموضوع لسه في البدايات بيتلاحق احيان كتيرا بيكون الموضوع انه ما فيش مشكلة عضوية اصلا اخذ الدواء في الحالة دي ممكن يكون خطر جدا زي ما انت قلت دكتور احمد انه ممكن يكون بياخد دواء يتعارض مع السلندل فيل النيتريت تعارض مع السلندل فيل لو اتاخده في نفس اليوم يعني وطمعا معظم النيتريت بيتاخده في نفس اليوم وانت مش عارف النيتريت دي دواء قلب فلازم ناخد بالنا جدا من انه ما اخدش دواء من غير اشراف طبي ارجوكم اللي ضغطوه مرخفض السلندل فيل بيقلل الضغط هيبقى ضغطو منخفض وياخد دواء يقلل الضغط ساعة الاعلام شكرك على زي المعلوم عكس الاعتقاء دي السائد نها بترفع الضغط لا 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 بالعكس ده بيقلل الضغط ده ده اساسا هو كان من دواء فاصل ضليته للألم والبلمونر وبيحسن ده من ادوية البلمونر ده هيبرداش يعني ما تستغربش لما ست يكون عندها ارتفاع ضغط الوريد الشريان الرئوي ونكتب لها سرعيات بيحصل الكلام ده دكتور عيمون سرعيات كتير مرة كتبت لحد رجع لي بالرشدة زعلان جدا سردي حقيقة وجوزها انت كتب لها ليه تلورتنا واسعدتنا بحوارك العلم دايما الأكاديميين لهم اسلوب متميز وهذا هو الحوار الذي وفضله دايما مع ضيف العزيز لسيد دكتور رحمد عادل من درس أمراض الزكورة بكل الطب بأسرعيني جماعة القاهرة بأسرع عقم رجال وضعف جنسي وزميل الجماعية الأوروبية للصحة الجنسية كان ضيف فيه الدكتور خليكوا دايما مع الدكتور